من قديم الأزل والإنسان بيتفنن في اختراع الأسلحة لأن الإنسان بطبعه كان ضعيف والإنسان البدائي كان صعب أن يعيش لو ما كانش اختراع الأسلحة اللي تحميم الحيوانات المخترسة اللي حواليه أو حتى من إنسان تاني زيه وتتطور الأسلحة على مر العصور ويتم اختراع ألعاب الفيديو صانع الألعاب لو لعبته بتتكلم عن القتال أو الحرب بمعنى صح ما بيكونش قدامه غير اتجاهين إما يستوحى الأسلحة اللي موجودة في اللعبة من الأسلحة الواقعية اللي اختراحها الإنسان أو إنه يبتكر سلاح جديد خالص من خياله وهنا يكمن الإبداع وموضوع الفيديو أصحيح أي حد بيتفاعل معايا سواء هنا أو على تيك توك أو حتى على جروبات الفيسبوك أو بيساعدني بمعلومات يكفي إنك مؤمن بي ودي حاجة أنا أقدرها لأخر العمر يلا نبدأ الفيديو أول سلاح في القائمة معنا وكان لازم أذكره في الأول إنه أكتر واحد لفت نظري هو أو بالعربي سلاح الجاذبية أول ظهور شوفنا فيه السلاح ده كان في لعبة هاف لايف تو المميزات السلاح ده هو إنك تقدر تحرك الأشياء اللي حواليك ممكن كمان تبنيها على الأعداء وريقة هجومية أو تستخدمه في حل الألغاز أو إنك تعدي لمكان ما تقدرش تعديه فتستخدم البيئة اللي حواليك زي البراميل والصناديق وغيرها عشان تساعدك باختصار السلاح وسيلة للتفاعل مع البيئة المحيطة واستخدامها في شيء ينفعك جوى اللعبة نفس السلاح ده ظهر من شهر تقريبا في لعبة بوب جي موبايل الغنية عن التعريف كان في تحديث كده اسمه ميكا فيوجين كنت تقدر تسحب الحجارة من الأرض وترميها على الأعداء أو تمسك الأعداء وتسيطر عليهم بالسلاح وتدفعهم بعيد كان مدي متعة خاصة للعبة بشكل عام تاني سلاح هو البورتال جون السلاح ده بيشتغل عن طريق انه يعمل لك بوابات انتقالية تضرب في حتة يفتح لك بوابة تضرب في الحتة التانية يبقى مخرج للبوابة الأولى ظهر في لعبة الألغاز بورتال وللأسف ما ظهرش في لعب تانية ولكن ظهرت حاجة شبهه في لعبة إبيكس ليجيندز وهو ما كانش سلاح هو كان قدرة بتتميز بها شخصية في اللعبة اسمه ريت كانت بتطلق بوابة انتقالية وتبدأ تجري المسافة معينة وبعدين تسيب بوابة تانية فتكون عندك بوابتين متصليم ببعض يساعدوك في التنقل السريع البورتال جون سلاح ممتع ونتمنى من شركات العلعاب انه اضيفه في العلعاب تانية لانه بلا شك هيضيف متعة زيادة للعبة ثالث سلاح هو الانرجي سور سلاح موجود في لعبة هيلو عبارة عن شوكتين كده من الطاقة سلاح هيلو الصراحة واضاف متعة للجيم بلاي مش شايف اي حاجة تانية ممكن نقولها عليه الصراحة بس ده شيء ما يقللش منه هو لازال سلاح جامد على الاقل بالنسبالي رابع سلاح هو مش سلاح معين هي فئة من الاسلحة وهي بنادق البلازمة ظهرت تقريبا في معظم الالعاب اللي بتتكلم عن التكنولوجيا او العالم بتاحها متدور الى حد ما زي هيلو وكويك وإيبكس ليجنز هما المطورين الصراحة كانت دي توقعات التطور في الاسلحة في المستابل بالنسبالهم وان الاسلحة اللي بتطلق رصاصها تنتهي بس حتى الان ما حصلش وشوفنا بندوية بلازمة في الحقيقة رغم انه بيتم استخدام البلازمة في مجالات تانية زي الضب والصناعة والطاقة ولكنها تستخدم كسلاح حتى الان صعب لان البلازمة بتحتاج درجات حرارة عالية جدا لتولدها وده صعب يحصل في حاجة محمولة زي البندوية طبعا في اسباب تانية تصعب الموضوع العلماء زي انظمة التبريد والدقة نفسها بتاعت الاطلاق بحيث طاقة البلازمة تكون موجهها الهدف معين وازماب تانية ممكن تغير عنها بس انا محبتش اقلب لك الفيديو المحتوى علوم خمس سلاح هو اللايت سيبر ما كنتش عايز اعط في القائمة لان اول زور لي كان في سلسلة افلام ستار وورز المشهورة بس نزل لها العب حلوة الصراحة زي ستار وورز جداي فالن أوردر وستار وورز جداي سيرفايفر والصراحة يستاهل انه يتحطد من القائمة السيف ليه الوان كتير زي الازرق وده بيمثل الشجاعة والنقاء والأحمر بيمثل الشر والقوة بس كده اكيد الاسلحة مخلصتش فيها اسلحة تانية تقدر تهالي في كومنت تحت واكيد انت ما اشتركتش فاشترك وحط لايك سلام تارس الدنيا فهمان ابو العريف عبي في كاشات طول السيف من غير ما اعمل فيها فنان كله بيبان بان زي الراس مع الحك بجريب سكة بتولته ميت الف حصان بجريب نشاط بس الخلق خلصان انا لانوان هتنقر نار مافيا والقابو بتحطر تفاق